اشتركوا في القناة سعادت الدكتورة مريم الجلهمة بمعالي الدكتور هشام بن سعد الجضعي وقام الطرفان بزيارة تفقدية الى اقسام الهيئة حيث تم استعراض الخدمات والبرامج التي تقدمها الهيئة في مختلف المجالات وخلال الزيارة قامت الهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات الصحية بتوقيع اتفاقية تعاون مع الهيئة العامة للدواء والغذاء في المملكة العربية السعودية في مجال مراقبة الادوية والاجهزة الطبية والتي تأتي بعد موافقة مجلسي الوزراء في كلا البلدين على ان يتم التعاون فيما بينهما في تبادل المعلومات بشأن نتائج التحاليل المخبرية على الادوية والمنتجات الصحية وتبادل المعلومات فيما يتعلق بالادوية والاجهزة الطبية المسجلة لدى الجهتين وكذلك في مجالات التفتيش المشترك على المصانع والتعاون في مجالات التدريب المشتركة وتبادل المعلومات بشأن التحذيرات الدوائية كما تشتمل الاتفاقية أيضا التعاون في تبادل الأبحاث السريرية والموافقة عليها وإجرائها بالطرق القانونية حسب ما يطبق بين الهيئتين شرفنا اليوم بتوقيع اتفاقية التعاون بيننا وبين الهيئة السعودية للدواء والقضاء وهذا يوم بالنسبة لنا جدا رائع لأننا كنا نشتغل عليها على مدار السنة هذه الاتفاقية ستحقق فوائد كبيرة على الدولتين الشقيقتين في مجالات تنظيم المراقبات الأدوية والأجهزة الطبية والأبحاث السريرية تتميز هيئة الدواء والقضاء السعودية بوجود خبرات كبيرة وتاريخ كبير وتعتبر هيئة مرجعية لدول مجلس تعاون بقرار صادر من قادة دول مجلس تعاون وإحنا من خلال طبعا علاقتنا مع المملكة العربية السعودية يشرفنا نوقع هذه الاتفاقية لتعود بالنفع للجهتين وحتى تسهل أيضا تفتح مجال الاستثمارات في مجال الأدوية والأجهزة الطبية للتبادل التجاري بين البلدين طيقة تعاون فيما بيننا قائم لسنوات وهذه الاتفاقية تعزز التعاون بمشيئات الله وتؤطره وتفتح لنا وسائل للتعاون بشكل كبير جدا هناك عدة فوائد من هذه الاتفاقية أهم هذه الفوائد أولا تجويد الأدوية والأجهزة الطبية من ناحية رفع المستوى الجودة وكذلك سلامتها في كل البلدين بمشيئات الله من خلال تبادل المعلومات من خلال التدريب من خلال تطوير القدرات الرقابية وكذلك زيادة القدرات البحثية والمخبرية لتحليل العينات